اهلا بكم سنة 3 اعدادي ومعنا النهاردة الجزء الثاني من اول درس عندنا في التاريخ بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي مصر اصبحت ولاية عثمانية اما النهاردة هنتكلم عن ملامح الحياة في مصر اسناء الحكم العثماني يعني الحياة في مصر كانت عاملة ازاي ايام الحكم العثماني ليه هي مصر قاعدت تحت الحكم العثماني قد ايه اقول له ربعمية سنة يعني اربع قرون الاربع قرون دول اتصفوا بحاجتين بالجمود والركود يعني اي حاجة هكلمك عنها الوقتي هتكون سيئة وهتبدأ بكلمة تضاور طيب علشان كده مصر اصبحت ولاية معزولة معزولة عن ايه اقول له عن المؤسرات الحضارية الحديثة في اوروبا يعني ايه مؤسرات حضارية اقول له يعني اي حاجة جديدة كانت بتحصل ما كناش بنعرف عنها اي حاجة خالص وعلشان نتكلم عن ملامح الحياة في مصر في الوقت ده هنتكلم اول حاجة عن الحياة السياسية يعني نظام الحكم كان عامل ازاي وهنتكلم عن الحياة الاقتصادية يعني الزراعة والصناعة والتجار وهنتكلم عن الحياة الاجتماعية يعني المجتمع في الوقت ده كان بيتكون من كام طبقة وهنتكلم عن الحياة الثقافية والفكرية ونشوفها كانت عاملة ازاي؟ يعني هنتكلم عن اربع حاجات الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والفكري بالنسبة للحياة السياسية اللي هي نظام الحكم قالك ان العثمانيين اول لما جوا مصر وضعوا نظام خاص بيهم النظام ده بيتكون من اربع هيئات يعني اربع حاجات اول حاجة الوالي اللي هو الباشا تاني حاجة الديوان اللي هو ديوان القاهرة تالت حاجة الحامية العثمانية رابع حاجة ادارة الاقالي طيب اول ما تبص على النظام تحس ان هو نظام قوي ولكن لا لا قالك النظام ده كان نظام ضعيف السبب ان الوالي او الباشا كان بيحكم من سنة لتلات سنين فما كانش بيلحق يعمل حاجة كويسة في البلد وكمان ما كانش بيتولى الحكم تاني فكان بيدور اكتر حاجة على مصالحه الشخصية ايه كمان اقولك ان الديوان والحامية العثمانية كانت سلطتهم قوية جدا لدرجة ان هما ممكن يعزلوا الوالي نفسه قال له يبقى لو جالسوا قالوا قال لي بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في سناياه سناياه يعني ايه سناياه يعني داخله عوامل ضعفه يعني النظام اللي توضع ده كان جواه العوامل الاساسية بتاع الضعفه اقول له بسبب واحد قصر مدة حكم الوالي اللي هي من سنة لتلات سنوات اتنين زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية طيب ما تديني مثال يدل على الكلام ده اقول لك ادارة الاقاليم دي كان العثمانيين خلوا المماليك هما اللي يحكموا الاقاليم بسبب خبراتهم الطويلة لان المماليك هما اللي كانوا بيحكموا مصر قبل العثمانيين فكانوا عارفين كل حاجة في البلد في الوقت ده الدولة العثمانية بدأت تضعف هنا بقى بكوات المماليك هيتطلعوا للانفراض بحكم مصر ومثال الكلام ده هقوله واحد اسمه علي بيك الكبير علي بيك الكبير ده اصبح الحاكم الفعلي لمصر سنة 1768 ركز في التاريخ ده يبقى تاني من اللي اصبح الحاكم الفعلي لمصر سنة 1768 اقوله علي بيك الكبير طيب انت ليه قلت ليه ركز على السنة دي اقولك السنة دي هنستخدمها في الدرس اللي جاي ان شاء الله بتاع الحاملة الفرنسية نفس الرقم بس هنشيل الستة ونحط مكانها تسعة يعني ايه يعني هنزود على التاريخ ده تلاتين سنة عشان نبدأ الدرس الجاي اللي هي الحاملة الفرنسية هتيجي عام 1708 بدل ما تبقى ستين هتبقى وتسعين طيب المهم نرجع لكلامنا تاني عن علي بيك الكبير علي بيك الكبير عمل تلات حاجات اول حاجة اتحالف مع واحد اسمه الشيخ ظاهر العمر ماله ده حاكم جنوب الشام يعني اتحده مع بعض اتنين اخضع الحجاز لنفوزه يعني سيطر على منطقة الحجازة تلاتة ارسل النائب بتاعه اللي هو مين محمد بيك ابو الدهب لفين اقوله لغزو الشام وبالفعل استطاع محمد بيك ابو الدهب دخول دمشق لحد هنا حركة علي بيك الكبير تحس انيها نجحت ولكن فشلت حركة علي بيك الكبير هنا سؤال ايه اللي خل الحركة بتاعت علي بيك الكبير تفشل اقوله محمد بيك ابو الدهب اتفق مع السلطان العثماني ضد علي بيك الكبير يبقى بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير أقول له بسبب انحياز محمد بيك ابو الدهب لمين؟ للسلطان العثماني ضد مين؟ ضد علي بيك الكبير وبالتالي عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم مين؟ تحت حكم شيخ البلد مين شيخ البلد ده؟ اللي هو محمد بيك ابو الدهب طيب يبقى أنا كده خلصت الحياة السياسية اللي هي نظام الحكم وخدت مثال بيدل على ضعف الدولة العثمانية أن المماليك تطلعوا للانفراض بحكم مصر في الوقت اللي كانت الدولة العثمانية فيه ضعيفة وأبرز واحد فيهم قلنا مين؟ علي بيك الكبير طيب بالنسبة للحياة الاقتصادية قلنا أي حاجة في الحياة أثناء الحكم العثماني هتبقى إيه؟ تدهورة طيب الحياة الاقتصادية أقول له تدهورة الأحوال الاقتصادية وأول ما تسمع كلمة الحياة الاقتصادية يعني هتتكلم عن ثلاث حاجات زراعة، صناعة، تجارة بالنسبة للزراعة أقول له الأرض الزراعية كلها اللي كانت موجودة في مصر كانت ملكا للدولة متمثلة مين في السلطان العثمان يعني احنا ما كانش لنا اي حاجة اتنين العثمانين طبقوا حاجتين اول حاجة حق الانتفاع ايه الانتفاع ده قالك الانتفاع ده يعني الفلاح ينتفع بزراعة الارض وليس له حق التصرف فيها لا يقدر لا يبيع ولا يشتري اخر يزرع الارض بس يبقى تاني قلنا طبقة الدولة العثمانية اول حاجة ايه حق الانتفاع يعني انتفاع الفلاح بزراعة الارض وليس له حق التصرف فيها طيب بعد كده وفي منتصف القرن السبعتاشر الميلادي ويركز ضعفة الدولة العثمانية فهتقوم مطبقة نظام اسمه نظام الالتزام يبقى ما يجي يقولك نظام تم تطبيقه في منتصف القرن السبعتاشر الميلادي أقول له نظام الالتزام طيب يعني إيه نظام الالتزام أقول له هو جمحة ضرائب المفروضة على الفلاحين لإرسالها إلى السلطان العثمان طيب اللي كان بيقوم بالحاجة دي اسمه الملتزم وكده كان واحد من الأغنياء كان بيعمل إيه كان بيدفع الفلوس للسلطان العثماني مقدما يعني مثلا يدفع للسلطان العثماني عشر تلاف جنيه مثلا ويروح بقى هو يجمعها من الفلاحين يجمعهم يجمية ألف جنيه وطبعا كان فيه ظلم كبير جدا وهنا لازم تسأل نفسك سؤال بما تفسر تدهورة الزراعة وأحوال المجتمع الريفي كله في عهد العثمانيين ليه أقول له بسبب قصرة الضرائب وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها اتنين إهمال الحكام لشؤون الري وحفر الترع وإقامة الجسور وده سؤال مهم جدا جدا تاني حاجة عندناه الصناعة قالك تدهورت برضو وتأخرت الصناعة في مصر في العصر العثماني طب ليه أقول له بسبب تدهور اللي قبلها اللي هي الزراعة اتنين إرسال أمهر الصناعة والحرفيين المصريين إلى الأستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية علشان كده أصبحت الصناعة اللي موجودة في مصر عبارة عن صناعة يدوية بسيطة رضيئة طيب بالنسبة للتجارة برضو هبدأ بكلمة تدهورة التجارة بس أنا عندي التجارة نوعين يا إما تجارة داخلية يا إما تجارة خارجية بالنسبة للتجارة الداخلية إيه السبب في تدهورها؟ أقول له بسبب تدهور اللي اتنين اللي قبلها اللي هو تدهور الزراعة والصناعة اتنين افتقاد الأمن تلاتة إهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء يعني التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة والصناعة وما فيش أمن وكمان ما فيش اهتمام بالطرق البرية كمان بدو الصحراء كانوا بيطلقوا على التجارة ويسرقوا كل المحتويات علشان كده كسدت أو تدهورت التجارة الداخلية طيب بالنسبة للتجارة الخارجية تدهورت ليه؟ أقول له بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح يعني طريق التجارة كله بعدما كان بيجي على مصر خلاص بقى بيروع عن طريق رأس الرجاء الصالح اتنين منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية يعني الدولة العثمانية كان بتيجي على الدول الأوروبية وتدولهم بعض التسهيلات في مصر كان بتخدم مصالح الدول الأوروبية وما تخدمش مصالح المصريين أو مصالح التجارة المصريين طيب ندخل بقى على الحياة الاجتماعية قالك إن المجتمع المصري في الوقت ده كان بينقسم لطبقتين طبقة اسمها طبقة الحكام وطبقة المحكومين طبقة الحكام دول يعني الأطراق والمماليك مع بعض بس طيب ودول في إيدهم كل السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش هم اللي مسكين كل حاجة في البلد طبقة المحكومين كانت مقسومة لطبقتين طبقة وسطة ودي طبقة محدودة عددها مش كتير وطبقة دنيا ودول كتير يعني أكسرية طيب يبقى طبقة وسطة محدودة من دول أقولك المشايخ والعلماء وقبار التجار أما الطبقة الدنيا الفلاحين وعمة الناس والطبقة دي كانت بتعاني من الفقر والظلم والأمراض طيب يبقى تاني لم يجي يقولك المجتمع بينقسم لكم طبقة اتنين الحكام والمحكومين الحكام اللي هم الأطراق والمماليك وفقتهم كل حاجة المحكومين بتنقسم لطبقتين وسطة ودنيا الوسطة محدودة عددها صغير الدنيا كتير طيب بالنسبة بقى للحياة الثقافية والفكرية قالك ان الحياة الثقافية والفكرية في الوقت ده اتميزت بالجمود والتخلف ليه؟ أقول له بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد يبقى لما يجي لك سؤال ولك بما تفسر اتسمت الحياة الثقافية والفكرية خلال فترة الحكم العثماني بالجمود والتخلف أقول له بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد لأن العثمانيون كون عاملين عزلة على البلاد طيب ما النتائج المترطبة على تدهور الحياة الثقافية والفكرية؟ يعني ايه اللي حصل لما تدهورت الحياة الثقافية والفكرية؟ أقول له أول حاجة مكانة الأظهر اهتزت يبقى واحد اهتزت مكانة الأظهر العلمية اتنين اقتصر الاهتمام بالعلوم في الأظهر الشريف على العلوم الشرعية بس ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية أو الرياضة أو الطبيعة ما عادش اهتمام بأي علوم ألا العلوم الشرعية بس رقم ثلاثة تدهورت الحياة الأدابية حتى الحياة الأدابية زي الفن والكتابة والتأليف ما عادش الكلام ده خالص وآخر حاجة انتشر الجهل والدجل والشعوزة والخرافات كل الحاجات دي بسبب تضاور الحياة الثقافية والفكرية يبقى أنا كده خلصت ملامح الحياة في مصر أثناء الحكم العثماني طيب بالنسبة بقى للتوريخ اللي المفروض أركز عليها شوية أقول لك أول تاريخ خدناه في الدرس اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح كان سنة 1498 طمام قال لك معركة ديول بحرية كانت سنة 1509 وهنا هنبدأ بسنة 1500 ونستخدمها شوية معانا طيب معركة جالدران 1514 بعد كده مرج دابك 1516 معركة الريضانية 1517 لحد ما هنيجي لحركة علي بيكل كبير كانت سنة كام فاكر 1768 وخلي بالك احفظ لي التاريخ ده جدا ليه؟ لان التاريخ ده هنحط عليه 30 سنة عشان نبدأ الدرس اللي عليه الضر اللي هو الحملة الفرنسية هتيجي على مصر سنة 1798 وبكده هنكون خلصنا أول درس تحياتي ليكم مستر عطا زاكي شحطو سنة 1798